السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيام ليليه وختم القرآن ووفقنا للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه رمضان جله قد ذهب وما بقي منه من ذهب حري بنا ان نعمل من الصالحات ما يرضي الرب عز وجل لان في هذه الايام هناك عتق للرقاب من النيران وهناك رحمة يوزعها الرب سبحانه وتعالى على عباده في كل مكان وللصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه نريد ايها الاحباب الكرام ان نجيب عن الاسئلة التي يطرحها عموم الناس اولا سؤال ما فضل العشر الاواخر من رمضان حقيقة ان رمضان كله خير اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النيران لكن العشر الاواخر لها من الفضل والبركة الشيء الكثير ومن فضلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهد فيها ما لا يشتهد في غيرها من الايام كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان من سنته انه اذا اقبلت العشر الاواخر من رمضان كان يشد مئزره ويوقد اهله ويحيي ليله فمعنى يشد مئزره قيل بانه يشمر عن ساعده للعمل والجد والاجتهاد لا وقت الان للراحة لا وقت للضياع ضياع الوقت فلابد من العمل الجدي وقيل معنى شمر او شد مئزره معنى انه اعتزل النساء انه في هذه الايام العشر الاواخر حتى العلاقة الزوجية المباحة بالليل حتى يلا تكون لانها فيها مضيعة للوقت والوقت ثمين الوقت وقت عبادة وطاع فاذا كانت العشر الاواخر من رمضان شد مئزره واي قضى اهله كان النبي الكريم يطف على اهل بيته ويقيدهم يقول الصلاة 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 فيقوم اهل البيت كلهم يستعدون للقاء الله عز وجل شد مئزره واي قضى اهله واحياء ليله احياء الليل انه لا يكاد ينام يعني منذ 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 غروب الشمس الى شروقها لا يكاد ينام فكان النبي الكريم يحيي ليله ما معنى يحيي يعني انه يظل قائما وداكرا وينوع في العبادات تقول امنا عائشة رضي الله عنها التي هي من اكثر الراويات لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا من الحكمة تزوجها النبي صغيرة بارادة من عند الله تعالى حتى تكون حافظة وتكون ناقلة لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول بانه كان في لياليه العشر الاواخر لا يكاد يفتر عن العمل الصالح يبقى في صلى وقيام وذكر وتلاوة قرآن واستغفار وتسبيح بالاسهار حتى تشرق الشمس هذا معنى احيي ليله وطبعا كلمة الاحياء فيها معاني السمو لان من احيي ليله احيي الله قلبه ومن احيي الله قلبه احيي الله حياته فاحسن طريقة لمن اراد ان ان يسعد طول العام من اراد ان لا لا يشعر ابدا بالاكتئاب لا بالقلق لا بشدة في الصدر ما عليه الا ان يحيى هذه الليالي المباركة اذا احيتها احيي الله عمرك احيي الله حياتك احيي الله تعالى نفسك ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح اذا اقبلت هذه العشر الاواخر شعروا بان ناقوس الخطر بدأ يرم فتجدهم جميعا يستعدون للعمل الصالح ويقول انها حالة طوارئ الطوارئ الحقيقية هي هذه الايام يعني الاسان يحرص على انه يتقلل من كل الاعمال الدنيوية ويشتهد في الاعمال الدينية والاخروية فكان سلفنا الصالح يبدأون اولا اقتداءا بسنة النبي الكريم وعلينا ان نفعل معهم ماذا يفعلون ايضا يشدون مئزرهم وكانوا يشمرون عن سائدهم وكانوا يشرعون في العمل الصالح وكانوا يوقدون اهلهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في بيته كان هناك عائلة كبيرة فكان عنده عودوا ارك وعودوا سواك وكان يضربهم قوموا قوموا الصلاة الصلاة اولاده الصغار ونساءه وبناته وزوجات اولاده وازواج بناته كلهم عائلة كبيرة قوموا قوموا بالله ويردد قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها هذا ليس شأنا خاصا هذا ليس شأنا فرديا فكل رب بيت وكل مسؤول عليه ان يوقد اهله واطفاله ونساءه واخواته وخدمه اذا كانوا معه خدم داخل البيت ثم يقومون جميعهم بالاعمال التي تقرب من الله سبحانه وتعالى وهذه هذه فرصة ايها الاحباب الكرام علينا جميعا ان ان نعمل صالحا في هذه الايام نملأ اوقاتنا بكل الاعمال الصالحة من صلاة من قيام من ذكر من مذكرة من تلاوة القرآن ومن الدعوة الى الله ايضا الدعوة الى الله فالإنسان قد يدعو الى ربه مع جيرانه مع زملائه مع العائلة وممكن اننا نصل الرحم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحضر وهذا ايضا يكون فيه نوع من الاجر والتواب نوع نوع في العبادة في العشر الاواخر من رمضان في صدقة في بدل في احسان في تلاوة قرآن في ذكر ومذكرة في طلب علم حول احكام الصيام وحول ترقيق القلوب وحول حول معاني الاحسان كلها هذه امور مطلوبة واسأل الله تعالى ان يوفقنا وإياكم للعمل الصالح قولوا معنا جميعا امين امين يا ربي كريم سؤال اخر ايها الاحباب يطرحه الكثير من الناس وهو مسألة الاعتكاف في رمضان ونحن نعاني من الحضر الصحي والحجر الصحي الاعتكاف ايها الاحباب الكرام كان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان يعتكث من رمضان عشرة ايام الاخيرة العشر الاواخر من رمضان هي الايام المكرمة المعظمة التي فيها يتجل الرب بالرحمة على عباده ويعتق الرقابة من النيران فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتكث هذه الايام فكان يضرب حصيرا حصيرا على جانب من المسجد ولا يكاد يخرج من هذا المكان الا للضرورة القصوى الا لتجديد الوضوء او لغاية قصوى جدا فهذا الاعتكاف هو يكون في المساجد كما قال ربنا عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وهذه السنة احياءها الصحابة من بعده فكانت كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الاركان كل فئة تجلس في ركن ويدربون حصيرا كأن خلوة وهذا الخلوة اشبه بغار حراء لان سيدنا النبي كان يختلي في اول عهد الدعوة الاسلامية في غار حراء كان يختفي عن اهله ويختفي عن انظار الناس ليخلو مع ربه لماذا هذه الخلوة لان فيها صرف للقلوب عن شواغل الدنيا وصرف للكلام عن شواغل الحديث وصرف لكل اهتمامات الحياة كأنك تنقطع عن الحياة الدنيا فكان سيدنا النبي بدأ الاعتكاف والتحنت في غار حراء قبل الدعوة قبل نزول الوحي وكان يجدد هذا الاعتكاف كل روضان عشرة ايام حتى اذا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما كان يعلم انه مودع فاعتكف عشرين يوما واخذ الصحابة رضي الله عنهم هذه السنة النبوية الشريفة ونحن ايضا في مغربنا العزيز الى اهد قريب كانت المساجد في بلادنا تسمح لبعض المصلين لمن اراد ان يعتكف ولمن اراد ان يقيم هذه السنة في فترة طويلة كان معهودا عند المغاربة انهم يعتكفون في المساجد الا انه في فترة اخرى نظرا لبعض الجماعات الاسلامية واصبح هناك تسييس للدين اذ ترت السلطات الدينية ببلادنا انها تقنن هذا الاعتكاف بل وقد تكت تمنعه في بعض الجهات كل هذا نوع من التدبير الان ونحن في الحضر الصحي حجر صحي كيف اعتكف المساجد مغلقة قال العلماء والصلحاء والفقهاء هذه فرصتنا للاعتكاف رغم ان ربنا عز وجل قال وانتم عاكفون في المساجد فالاعتكاف ينبغي ان يكون في بيوت الله لكن في مثل هذه الضرفية الاستثنائية ممكن ان يكون الاعتكاف في بيوتنا فهذا الحجر الصحي قد يكون لمصلحتنا فكل واحد منا يأخذ غرفة صغيرة من بيته ويعتكف قد يعتكف اليوم بكامله قد يعتكف الاسبوع بكامله العشر الاواخر بكاملها وقد يعتكف جزءا من الوقت كما بين الظهر والعصر او بين العصر والمغرب ينوي فقط ينوي انه معتكف يغلق عليه الباب ويغلق عليه منافذ التواصل مع البشر حتى هاتفه النقال ومواقع التواصل اجتماعي والتلفاز والميديا كله يقول له يقطع يقطع الصلة مع الخلق ليتصل مباشر بالخالق وهذا فيه علاج عظيم علاج للنفوس لان مصدر القوة عند الانسان هو القلب وهذه الخلوة تعالج القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الا ان في الجسد مضغة اذا صنحت صنح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله هذا ليس كمضيع للوقت قد يقول بعض الذين عندهم اراء مخالفة للدين يقولون الم تروا الى المسلمين يقومون بتضيع وقتهم في الاعتكاف هذا ليس ضياع هذا فيه اعادة شحن تلشق جمو هذا لما تكون بمفردك فانك تعيد تركيب نفسيتك ورحانيتك وكل افكارك وتخرج صنعة جديدة صنعة جديدة للرحمن وبالتالي تفوز فوزا عظيمة فاذا كنا بسبب مرض الكورونا وجائحة الكورونا مدطرين للحجر الصحي والمساجد مغلقه فلنجعل من بيوتنا مساجد ولنعتكف داخل هذه البيوت ولنأخذ سنة الاعتكاف ففيها اجر وتواب وفيها مصلحة كبيرة وفيها اسرار لا يعلمها الا المعتكفون اسأل الله تعالى ان يوفقنا وياكم للعمل الصالح قولوا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة